إذن هادا اللاقرام هون ببينني دي سي آرمتشر قصينا يعني لو كان هادا كأنه زي هيك كأنه سيندر إيش عملنا جيبت سكينة قصيته بهذا الشكل بعدين فردت الدي سي موتور لما فردت الدي سي موتور هين صار هادا كأنه أصبت كان هاي هدول الكوميتين ملفوفين بهذا الشكل لبرشلز أخطوطين توبرشلز 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 بالحالة هاي وبعدين البولز اللي تكونوا لدي تكون عندي البولز بهذا الشكل والبول بهذا الشكل واحد فكرة كيف نقصيته وفردته المحرك الأصلي كان كأنه زي سيندر هاي كأنه هاي كان محطوز زي سيندر محطوطة الكوميتيترز هون برش من هون وبرش من هون لفلا والأسلاك محطوطة هون في الدار لما يجينا هون قصنا بهذا الشكل وفردنا لما فردته في منطقس كانت تحت النورث بول وفي منطق كانت تحت السوف أنا بس دا فرجيكم الفكرة هون بس حتى تأخد فكرة عن الكمبونينتز اللي موجودة هدول صاروا هدول طبعا ملفوفين فكانت جي هون وراه يرتبط مع الجي اللي موجود هون والأكش اللي موجود هون مع الأكش اللي موجود هون وهكذا عندي توبرشلز باحثوا هذا المحرك لما ببدأ يلوف هون ايش بصير عندي؟ كان عماله يتحرك مصبوط كان عماله يتحرك بالتجاه المؤين لليانين أو الشمال لمفرده كانو صار يتحرك كانو بعمل عماله سلايدي هلا الله عفر كل واحد من الكمبونينتز موصول مع كم وير مع تو وير واحد وير وان واحد وير وان هاي كل فتحان من الفتحان اللي موجودة في الارميتشر بدخل فيها السليك واحدون هون سليد واحدون هون واحد هون بقطع واحد ان هون سليد واحد دالا اللي اللي بت thoroughly بالأول بم الالسلوط وربطع واللي بعدين اللي بحط فوقه هو السليد كل سليط محضط فيها سلكين داخل فيها سلكين كل سليط محضط فيها سلكين هلا السليك لما بمر من النور فربروحى الى السو väl ماذا يجب بحصhtnehmen اللي معرد فيه لازم إنعرد مش هين? اذا لازم لما يمر من النور ويروح لازم ينعكس. لانه اذا انعكس رح ينعكس رح ينعكس التنين رح يضل الفورس عليه بنفس الاتجاه. خلينا نشوف اذا نقدر نلاقي اتجاه الفورس حسب قاعدة يد اليسرى. لو اطلعنا على الاسلاك كلهم اللي موجودين هون. عيش اتجاه التيار ما شفيهم. هلنا رح نشوف ليش اتجاه التيار ما شفيهم. طالع لفوق مش هين? داخل. نعم. الجهة اللي مقطع. لا اتجاه لفوق والمقطع لفوق. هما بنفس السلط. بس محططين فوق بعض. بنفس السلط. مش هالجهة التانية من السلط. يعني هذو السركين هذو السركين كنت سرقين ببعض. بس اللي مقطع رح طول تحته بالظلط. مش هالجهة التانية من الاربنش. هيك سؤالك ها? يعني تقريبا بس جهاز دي الاسهم من جهة هاي نهو التير. اه الاسهم هلها هاي عشت مثل ان التيار راش هيك بهذا الاتجار. الفلكس هلا. اين رايج؟ نروح من النورف للساوة. إزان لازم لفلكس طالع من الصباحة هزبوط؟ طبع. هيك هزبوط. يعني الفلكس طالع من الصباحة. وين رح نهم اتجاه الفورس؟ بهذا الاتجاه. نطلع هذون اللي على جهة التانية في الساوة. الفلكس اتجاهه. الفلكس عاقهم. اتجاهه بالصفحة. ماشي بهذا الاتجاب. اذا نجد فورس وين رح تكون كمان. اذا نجد فورس بهذا الاتجاب والفورس بهذا الاتجاب والنور مخطوب. لازم بورن. نظبوط هالوالش. هلا اذا تطلع كهربائيا هذا السيجمت معزول عن هذا السيجمت. معزول عن هذا السيجمت. وكل هذول السيجمت معزولين عن بعض. اذا كهربائيا ما فيه للاقة بين هذا السيجمت وهذا السيجمت. وهذا السيجمت وهذا السيجمت. هلا اذا نطلع على النقطة النفطة هي مشبوكة بالسلكاد ومشبوكة بالسلك هذا بنفس الوقت. المach Serbia في هذا الكمبيوتير سيقمت والبرش هاي باربي في هذا الكميتيتر سيجمت. الله تتذكروا ان في اللحظة من اللحظات اللي هو ماشي بشي البرش رح تعمل شورتين على فذوق كوميتيتر سيجمت. وعشان ايه كانت مشكلة الارمجر الرياح بشكل. لازم احنا مفترضين لو كنش مزبوط في اللحظة البرش اللي بتعمل شورتين هذوك اللي مفش فيهم ما في عندي مشكلة فيهم من يصير فيه شورت سيجمت. اذا هلأ لما يجي تطبع خلالي نتطبع على الكرت كيف فعلا ماشي. ماشي بهذا الاتجاه اللي انا عمله منهم في اللحظة هذيك. لو يجينا على البرش هاي اللي هاي فوزيتل مش هاي. اذا كرت لازم يجي يطلع منهم. ولازم يطلع بهاي البرش. تطور على الكميتيتر سيجمت هذا. وين الكرت هون رح يكون ماشي بهذا السلك؟ هيك مزبوط. وراح يطلع هيك. وراح يكمل هيك. بعدين هون ايش رح يعمل؟ رح ينزل نزول. وهذا السلك اللي مقطة رح يكون نازل نزول. اوهل رح يوت؟ السلك اللي مقطة. رح يرجع هين؟ رح يرجع هيك. مزبوط هادا الكميتيتر سيجمت. هل مين رح يكمل خلط؟ يتعري كم يوم؟ أنا الأول كانت الساس بذالي ماها الخبط. وهالا رح يكمل بهم. وحكمل بعدين بجانهم. الكميتيتر سيجمت. الكميتيتر سيجمت لخطوه هادو الكوميتيتر سيجمت ما يفيا بيه برش. ويباره عن كوندكتر بس بكمل. هذا نحكمل الآن لما يطالب هذا الاتجاة. نفس الشيء هذا الكميتي في السيقم الفون موصد وحيطل عندي من هذا الاتجاة. هل اشوفوا ايش يصير الان? وين صار? اتخل بين هون. مش وصل? كم مره اختلتوا لاحد ما وصل? عند الواحدة. تنتين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة لحد مطلق. انا لو جينا هون. على فيه لي باست تاني. فيه كان باست تاني. لما دخلنا عن الكميتي في السيقم في الاول قطب الازراء. لما يجينا عند هاي البرش. احنا مشينا هيك. بس فيه كمان الكرت كامون كيمشي هون مصبوط. فالكرت التاني او يعني الكرت هنتوزع في مساريه هاي هون. 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 واني هاي بالفوفي. شوف عبد ريزي اختراع هاي المشين. شوف تختراع مشين زي هون. احسن. احسن؟ اعم. احسن؟ بس شو. وائر مرس. هلا طلعا ما شو يصير هون عند آخر نقطة؟ آه لا لسا ما خلص في عندي واحدة ناصة يعني هم لما دخلوا الأسلاك لما دخل عندي هون من البرش لبرش تاني كان هم دخلوا من هون هين بلص في راح مسار 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 وعدها تطلع من المالس وفي مسار تاني تطلع تلع لف وبعدها تطلع من المالس هذا اللف اللي بنعمله زي هيك اسمه لاب ويندي لاب يعني عمال القلوف على البرش وينو عتاني اسمه ويف ويندي يعني مفيش حاجة ندخل فيه لتفصيل بس الفكرة لهون انه هاي هاي الطريق هلا هذا حتى لو مجي هلا بش راح تحرق مش بي علي فورس بهذا الاتجاه راح يبدأ يتحرك وين راح تطلع البرش هاك راح تضرب بهذا السيجمت مصبوط لما تضرب بهذا السيجمت راح تلاقي اوتوماتيكيا السيج لما مر من هون بسبب انه البرش هاك من هذا السيجمت لهذا السيجمت ايش راح يصير بالسيج هذا اللي هون موجود كان الكرنت نازل يدول فيه لما يتعدى النمتهج راح سير الكرنت فيه راح تضلها لتعملية هاي ماشية باستمرار عندي كان السلوت عندي هون عندي 12 سلوت واحدة ثلاثة ربعة خمسة سلبة ثمانية تسعة عشر نقش استمرار فهذا لو جنح فو قطلعت عليه راح يلاقي كتناشر silوت بس بكل سلوت كم سينيك اذنكين فلوف اطلعت عليها هاي ات��د خانش نقش راح اكون فيها التناشر مفروض تلاته ربعة رسمسة استمرار ينزسها عشر، 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 وعندي وعندي two pairs of, one pair of balls, two balls وعندي two brushes والوين بي هون بالحال هاي اسمه هلأ أنا ما في حاجة ما أقول أنكم ترسموها هاي بس إذا جبت لك الرسم هاي ممكن أطلب منك تشرح دي عقليا ممكن أحط لك هون بلس و هون منس وأطلب منك نحط اتجاه التيار وهو بتطلع الفورس اللي هون بجاك إنه الفورس وين ما هي تمشي هاد وبعد نتحط هون اللي تمشي التيارات في الأسلاف المختلفة تشوكي في تجاه الفورس على هاي ماشينة هاي 12.2.2 ماشينة